عايز ابقى مهندس معترف بيا من نقابة المهندسين بس انا ما جبتش مجموعة كلية الهندسة في السنوية العامة. ازايكم يا جماعة عاملين ايه? انا كنت احابق في الفيديو ده اوضح لطلبة السنوية العامة وخصوصا طلبة علم رياضة ازاي انا ابقى مهندس معترف بيا من نقابة المهندسين من غير ما اجيب مجموعة كلية الهندسة في السنوية. الحقيقة المجميع السنة دي مرتفعة جدا وكل الكليات تنصيقها ارتفعة جدا وكل طلبة علم رياضة كان نفسهم يطلعوا مهندسين بس للأسف في منهم اللي جاب مجموح أقل من كلية هندسة بحاجات بسيطة وفي منهم برضو اللي جاب أقل من 90% ولكن برضو حلمه أنه هو يطلع مهندس في الفيديو ده أنا جايب المعاهد اللي هي بتأهلك أن أنت تطلع مهندس معترف بيك من نقابة المهندسين وبتدي لك باكريليوس هندسة زيك زي الطالب اللي طالع من كلية الهندسة وكل معهد من المعاهد اللي أنا هتكلم عنها هتلاقوا فيه اللينك الخاص بالمعهد ده ممكن تدخل وتتأكد من صحة المعلومات دي أول معهد هتكلم عنه وهو المعهد العالي بمدينة العاشر من رمضان شعبة الهندسة المعهد ده بيكون في التنصيق موجود بنفس الاسم ده وهتكلم عن الأقصام الموجودة فيه والأقصام دي هي قسم الهندسة الطبية قسم الهندسة الكهربية والحاسبات قسم الهندسة الميكانيكية الهندسة المدنية الهندسة المعمرية وقسم الميكانيكا وقسم الميكاترونيكس وقسم الهندسة النسجية مصرفات المعهد ده في السنة بتكون من 12 ل 13 ألف جنيه وبيكون المجموع اللي بيقبل منه بيكون من 80% ل 90% الثاني معهد هتكلم عنه وهو معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا المعهد ده فيه أربع أقسام وهو قسم الهندسة وقسم التشييد وقسم هندسة وتكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات وقسم هندسة وتكنولوجيا الحاسبات ونظم التحكم المعهد ده بتكون المصاريف بتاعته في السنة من 10 ألف جنيه ل 11 ألف جنيه وكان بياخد في التنصيق من 80% ل 90% ثالث معهد هتكلم عنه والحقيقة المعهد ده جميل جدا وهو معهد هندسة تكنولوجيا الطيران بإنبابة المعهد ده الأقسام الموجودة فيه قسم هندسة الطيران قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة المعمرية وقسم هندسة القوة والآلات الكهربية وقسم القوة الميكانيكية المعهد ده بتكون مصاريفه في السنة من 14 ألف إلى 15 ألف وبيكون واخد تنصيق من 85% ل 90% رابع معهد هتكلم عنه وهو المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق المعهد ده الحقيقة فيه أقسام كتير من ضمن الأقسام ده قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات قسم الهندسة الكيميائية الهندسة المعمرية الهندسة المدنية فيه قسم الاتصالات والحسوب وقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية وقسم هندسة القوة والآلات الكهربية ده كان بياخد من 80% ل 90% وده المصاريف بتاعته في السنة من 13 ألف جنيه ل 14 ألف جنيه المعهد الخامس والمعهد السادس اللي هتكلم عنهم هما الاتنين معهد واحد ولكن موجودين في محافظتين مختلفين المعهد ده هو المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المعلومات المعهد ده موجود منه فرع في المينيا وموجود منه فرع في سهاج طيب الفرع في المينيا بيحتوي على الأقسام التالية وهي قسم الهندسة القهربية والحاسبات قسم الهندسة المدنية قسم الهندسة المعمرية وقسم هندسة الميكاتلونيكس ده بيكون سعره في السنة من 10 ألف ل 11 ألف جنيه وكان تنصيقه من 80% ل 90% أما بالنسبة للفرع التاني الموجود في محافظة سهاج فالأقسام اللي بيحتوي عليها هي قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة المعمرية وقسم الاتصالات والحاسبات ده بيكون مصاريفه في السنة 18 ألف جنيه وكان بياخد من 80% ل 90% كل المعاهد اللي انا تكلمت عنها دي بتديلك اسم مهندس وبتكون معترف فيك من نقابة المهندسين وبيكون زيك زي الطالب اللي واخد كلية هندسة وكل المعاهد دي عبارة عن بكر اليوس لمدة خمس سنين اتمنى ان يكون الفيديو وافاد الناس اللي محتاجة ان هي تدخل او تطلع اسمها مهندس وهي ما حالفهاش الحظ ان هي تدخل هندسة اتمنى ان انا اكون افادتكم وربنا معكم اشتركوا في القناة